تستضيف المملكة غداً أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي دعا لها خادم الحرمين الشريفين القمة تهدف إلى تعميق مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين كما من المقرر أن تتبنى مشروع إعلان الرياض الذي سيرسم التوجهات الاستراتيجية بشأن التنسيق والتعاون والتشاور السياسي المشترك استعدت الرياض وفتحت أذرعها وقلبها لاحتضان ضيوف المملكة من الرؤساء والوفود المشاركين في قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والمزمع عقادها الثلاثاء والأربعاء بمشاركة أربعة وثلاثين دولة ومن المقرر أن تفتتح القمة فعالياتها بمشاركة اثنتين وعشرين دولة عربية واثنتين عشر دولة من دول أمريكا الجنوبية إضافة إلى جامعة الدول العربية واتحاد دول أمريكا الجنوبية ويختلف مستوى تمثيل الدول في القمة ما بين رؤساء دول ونواب رؤساء ووزراء خارجية وتعتبر قمة الرياض الرابعة بين دول أمريكا الجنوبية والعرب حيث كانت البداية قبل عشر سنوات في برازيليا وتلاها قمتين في الدوحة وليمة وتعقد القمة كل ثلاثة أعوام وعلى مدار يومين تناقش القمة أهم القضايا المشتركة ومستوى العلاقات السياسية والتجارية بين دول القطبين ومن المتوقع أن تناقش القمة الرابعة بالرياض العديد من القضايا أهمها القضية الفلسطينية والحصار على غزة إضافة إلى الوضع في كل من سوريا واليمن وليبيا إضافة إلى مواضيع الحد من الانتشار النووي وتغيرات المناخ